لكم أكثر شيء أكثر الموضوع مشاهدين الشعور بالانتماء لو كانت ديو مثل بسيط جداً شاب مراهق تحصر على شهد الباكالوريا يسكن في الجنوب الجزيرة أقصى الجنوب ينتقل إلى الجزيرة العاصمة ويلتحق بالحرم الجميعي فيه إقامة جميعية فيه اختلاط معاشرة لأبناء وطنه لكن ربما فيه بعض الاختلافات التي تميز سكان الوسط عن الجنوب عن الشرق عن الغرب اللي يخلق هذا الثراء أول ما يلتحق طالب جامعي لكل مر بها تتجربة عن نفسي أنا مريت بها أول ما التحقت بالحرم الجامعي حسيت أني نوعاً ما راني بعيد على المنطقة البيئة اللي نسكن فيها نشوف ما تخيكلت على السيارة جايز نحس بالانتماء نحس بالحنين لمنطقة بيئتي اللي عشت فيها وترعرعت فيها لكن هذا ما يمنعش أنه رح تكون فيه ألفة ويتعود على المحيط ككل ويفهم أنه الجزائر بلده هي بلد قارة فيه كثير من اللهجات فيها العديد أيضاً من الثقافات التي تصنع من هذا الوطن بلد قارة نغيره عليه نحن كجزائريين وحتى الجار يمتجب المهجر أول ما يسافر الشخص ويتعدى حدود وطنه تخلق هذه الغيرة على البلاد أول ما يسمع اسم الجزائر قلبه يبدأ يحن ويبدأ يدق دقات القلب تزيد خصوصاً في المناسبات اللي تعيشها الجزائر والاحتفاليات كرة القدم منافسات وغيره ربي يدوم أفرح نحن الجزائريين في كل مرة نضرب تحية وطن لكل شباب من أعضاء الجيش الشعبي الوطني سريل جبهة تحرير الوطنية اللي بفضله رأي تعيش الجزائر السلام والأمان أستاذ إذن هذا الموضوع رح نعالجوه من حيث هذا الانتماء وهذا الاختلاف وهذا التنوع الثقافي لتعيش الجزائر التنوع اجتماعي تنوع عرقي إن صحة الجملة وصحة التسمية اللي يصنع من جزائر بلد قرى من أين يأتي هذا الشعور بالانتماء وهذا الاختلاف لطفي اليوم نتكلم على البزوان والسنتيمون دا بارتنانس الحاجة أو الشعور بالانتماء وهو واحد من أم المواضيع اللي يتكلم عليها علم الاجتماع علم نفس الاجتماعي ويتكلم عليها علم نفس العيادة خاصة لما يرتبط بالعوامل المرضية وكذلك ما يؤدي إلى العوامل الصحية لما نستفيد من هذا أو نشبع الحاجة إلى الانتماء أو الشعور إلى الانتماء أول شي نتكلم عليه اللطفي هو وشن هذا الشعور بالانتماء وشن هذا الإحساس أو الحاجة إلى الانتماء يبدأ أولا من إدراك الفرد لأوجه التشابه بينه وبين مجموعة من الناس وهذا يما يؤدي إلى ترابط متبادل يعني كان كان واحد العلاقة كان الانرولاسيون يستفيد ويفيد في إطار مكاني وزماني معين بحيث يضمن له أنه يشارك إيجابياً في هذا المجتمع أو هذه الجماعة وبحيث يضمن له نوع من الاستقرار نوع من إشباع الحاجات نوع من تحقيق الذات فكل هذا يؤدي إلى إثراء المحتوى البسيكولوجي والسوسيولوجي عفواً إلى الشعور أو الرفع من الانتماء داخل هذه المجموعة فإنطلاقاً من هذا انطلاقاً من إدراك الفرد يعني من ناحية المعرفية أنه كان أوجه تشابه إيديولوجية فكرية عرقية دينية لغوية ثقافية كل هذا الشيء يؤدي به بعدها إلى ترابط متبادل فإنطلاقاً من هذا ممكن أن نفهم واشنهي الحاجة أو الشعور بالانتماء طيب هنا نحكيه على عملتين متشابهتين هنا نحكيه على شخص يتشابه مع الشخص ويتفق معه وكان فيه رابط سواء عرقي بغض النظر على هذا الرابط لكن ما ننسوش أنه في المحيط هناك أشخاص آخرين يختلفوا من حيث ربما التفكير يختلفوا أيضاً من حيث الانتماء البيئي وغيره كيف نخلق هذا الرابط اللي من خلاله يمكن أنه تكون فيه ألفة تكون فيها عيش في سلام تقبل الآخر بمختلف العقليات والذهنيات سؤال مهم نطفي أولاً لازم نفهم بالشعور بالانتماء عنده بعدين بعد علائقية رولاصيونال وبعد إقليمي يعني مجموعة من الناس يعيشوا في مكان معين في رقعة جغرافية معينة في قرية في مدينة في دولة معينة تجمحهم هذه الروابط ويشعر من خلالها الفرط بأنه ينتمي جغرافياً أو إقليمياً لهذه المجموعة أو الدولة أو الجماعة أو القرية أو المدينة إلى غير ذلك فيه بعد علائقي ممكن يتعدى حدود المكان يتعدى حدود القرية يتعدى حدود المدينة يتعدى حدود الولاية إلى أبعد من هذا حتى حدود الدول فالبعد العلائقي مثلاً مجموعة من العلماء مجموعة من الرياضيين مجموعة من الفنانين يعني يحسوا بالانتماء ولو يكونوا في مختلف الدول والأماكن عبر العالم الشعور بالانتماء فيه بعد علائقي رولاصيوني وفيه بعد جغرافي أو بعد إقليمي انطلاقاً من هذا يمكن أن نفهم هذه التوليفة وهذا السياق الذي يشعر فرض بالانتماء التوجه مجموعة أو فكرة أو نظام أو مؤسسة أو دولة معينة والتقبل كيف يكون التقبل الآخر؟ شوف واحد العالم الأمريكي تكلم في نظر في 1954 أو 1955 على العوامل التي تؤدي إلى التطرف فقال نقطة مهمة تكلم جوردون آل بورت على العوامل التي تؤدي إلى التطرف والعنف وغيرها ومنها نفهم كيفاش تكلم على أول نقطة هي عدم تقبل الآخر عدم تقبل الاختلاف الفكري واللغوي والثقافي للآخر مين يبدأ التطرف والعنف؟ مين يبدأ المشاكل السيكولوجية والاجتماعية توجه الآخر؟ أولاً بعدم ما كانش واحد الاكسبتاشون للآخر لأنه مختلف عليها لأنه لا يشبهني في بعض الأشياء في بعض العادات في بعض التقاليد في اللغة في الفكرة فأول حاجة تبدأ بعدم تقبل الآخر يعني هذه العكس كيفاش نعيش بطريقة فيها نوع من الألفة فيها نوع من الاستقرار والسلم فيها نوع من التكامل الاجتماعي العكس انتحى التطرف والعنف يبدأ من عدم تقبل الآخر ثم يبدأ ملاحظات تجاه هذه الاختلافات يقول شوف كيفاش يتكلم شوف كيفاش يفكر شوف كيفاش يجلس شوف طريقة أكله شوف طريقة تصرفه شوف طريقة أساليب تربيته ثم حظ الآخرين على إبداء الملاحظات ثم تؤدي إلى في رابع نقطة التطرف والعنف وغير إلى الإقدام على الفعل الاعتداء اللفظي أو الجسبي فنشوف الخطورة انتع هذا الشيء يبدأ مين؟ يبدأ كما أشرت لطفي من عدم تقبل الآخر فالمجتمع باش يعيش في سياق نفسي واجتماعي فيه الاستقرار والأمن يبدأ من نقطة مهمة جدا وهي تقبل الآخر تقبل الآخر كفرض ممكن يختلف عليها ثقافيا وفكريا وعادات وتقاليد وأساليب تربوية وغيرها يجب أن نتعلم إذن ثقافة الآخر نتعلم خصوصيته أيضا كي نفهمها ونديه منها المزايا والمحاسن حتى نحب ثقافته ونحب شخصيته يمكن أن تكون فيها عيش في ألفا وغيره صح بأنه شوف تخيل حياته كان جاء أفراد متشابهين نشوف باللي كين واحد لاري شاس واحد الغينة لما الآخر لا يشبهون تخيل بك أننا جينا متشابهين يعني فرض كين مثلا مثل أستاذة مثل أستاذ كين خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمين نفس العادات نفس السلوك لا هذا شرح يفيد لا بالعكس أنا نظن حتى في الفرض مليح التنوع أكيد حتى لا يكون ملل تخيل كين أفراد متشابهين في كل شيء في السلوك وفي العادات وفي التقاليد وفي اللباس وفي أنمط تفكير وغيرها فهذا لا يؤدي بأنه المجتمع سيتقدم للأفضل ما كانش واحد الغينة ما كانش اختلاف بالعكس نشوف باللي الناس اللي يصرون على أنه يعطونا قوالب جامدة من الأفراد أراهم ضد الفطرة الإنسانية فالاختلاف هو الحاجة الغينة الثروة اللي ممكن من خلاله شوف بريطانيا مثلا شوف دولة مثل ماليزيا شوف بريطانيا شحال مالجنسية شحال مالعر شحال مالديانة أعطات لها قوة شوف دولة مثل ماليزيا مثلا شحال ملكين من الفرق إثنية شحال كين من اللهجة شحال كين من الثقافة لكن جعلتها إنفورس هي اللي يطعت لها إن بلاتفون باش تتقدم للأفضل فاستثمار في الفروق الفردية وهذا المهم أنا أحتاجك لأنك مختلف لو جيت شبه واحد يشبه الآخر فأهنات راح تكون مشكلة إذن النصيحة ربما لنوجهها الكامل الشباب اللي يتابعوا فينا باش نعطي لهم هذا الحس الوطني الجزائر ما شاء الله عليها 48 ولاية كل ولاية تختلف عن ولاية أخرى بكل ما فيها من مدن ما فيها من قرى واللي يصنع من خلالها ربما تنوع ثقافي اجتماعي بيئي يجعل من الجزائر ويصنعها كدولة قارة شوف أنا اعتقادي الشخصي أنه الشعور بالانتماء لدى الجزائري كاين يجب أن يفعل أفضل يضرب به المثل نحكي من الجزائرين معروفين الغير على الوطن عندنا هذاك الحماس عندنا هذه الشحنة والطاقة الإيجابية اللي دايما تظهر في كل المحافل اللي تعيشها الجزائر نحكي لك كيف صالوت في صغيرة مختصرة ماذا رأيك في آنالجيريا ولا مجموعة من الجزائريين في مرة من المرات كنت في الصين في ألعاب الأسيوية نظل في 2015-2014 لا ننتمي إلى قارة أسيا ما عندنا رياضيين في الألعاب الأسيوية ما عندنا مشاركة ما عندنا بحثة جزائريين يجتمعوا يعني يختاروا أنهم يجتمعوا ويمثلوا الجالية الجزائرية في الصين ويفعولوا يدرابوا أرجيريا حتى نشوف مثلا في القنوات الصينية المخرج يركز على هذه اللقطة ويش رأكم تديروا في هذا المكان لو لا أنهم جمعتهم هذه النوع الشعور بالانتماء والحاجة للتعبير على انتماءهم وعلى جزائريتهم وعلى وطنيتهم أنا نشوف باللي الشباب الجزائري عندوا هذه الحاجة أو عندوا شعور بالانتماء يجب أن تفعل من خلال البرامج من خلال أنه نفتح له فرص لإثبات الذات لإبداعاته لتحقيق ذاته لمساحات من الحرية مساحة من التعبير مساحة من الإنجاز مساحة من الاعتراف لأنه نشوف كثير من الطاقات لما تلقى الاعتراف تزيد في إثبات ذاتها وتزيد في إنجازاتها فكل هذا الشيء من خلاله ممكن نعزز الشعور بالانتماء ونخليه ينعكس اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ونفسيا على الجزائر إن شاء الله شكرا لك الأستاذ بيلان نكديل أخصائي نفساني أفتنا كثير من خلال معالجتك لهذا الموضوع ونسمن أن كل الأشخاص استفادوا من خلال هذه الإضاءة حول الانتماء كشعور الذي يصنع اختلاف ربما اجتماعي نفسي ثقافي لكنه يوحد المجتمع اللي يكون فيه هذا الاختلاف ويجعل منه بلد قارة شكرا لك نورتنا بحضورك ترجمة نانسي قنقر